اشتركوا في القناة اذا تجلت في نفس الانسان تقوده الى الضاعة وتبعده عن المعصيات يقول امامنا الباقر سلام الله عليه ما عرف الله من عصا يعني اي احد يقص الله سبحانه وتعالى فهو لم يعرف الله حق عرفته لانه لو عرف الله لا احبه والانسان لا يمكن ان يقصي محبوبه ابدا مما ينسب لامامنا الباقر ايضا انه قال تغصي الانه وانت تظهره هذا لعبك بالفعال بديع لو كان حبك صادقا لأضعته ان المحب لمن احب مطي فالانسان اذا عرف الله لا شك انه تخصل عند حاله من الخوف والخوف اذا استقر في اعماق نفس الانسان يصده على ارتكاب الجراكب يدفعه الى عمل الخير يدفعه الى التسابق في ميادين الفضل قال تعالى حكاية عن اوليائه الذين يخافونه ويحضرون عذابه قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم العظيم فلا دليل على الايمان الصادق لله سبحانه وتعالى الا الخوف من الله سبحانه وتعالى عمليا لا نظريا فقط اسمه ما يقول امير الابنين سلام الله عليه يقول لا يكون العبد مؤمنة حتى يكون خائفا راجيا ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجعه ولقد صورت لنا الايات الكريمة والاخبار الشريفة اهمية الخوف واثر في تكويم نفس الانسان وتوجيه في جهة الخير فكلما تجاوبت مشاعر الخشية في نفس الانسان سقلتها وسمت بها الى درجة ارطى حتى من الملات ماذا؟ عديدة تبدئ ان انصارا جسعين انا اقدر اكثر بالسيرة كمان طلب الاخل ولكن لا بد من مقدمة تمهيدية ومقدمة ان شاء الله تكون محل برد لله سبحانه سبحانه اقول ان التجاوب اذا كانت مشاعر الخشية سقلتها وسمت بها الى درجة ارطى من الملائكات كما اخبر بذلك من؟ الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الامام امير المؤمنين عندما ارادهم يبين لنا ما الفرق بين الانسان وبين الملائكة وبين البهاد قال ماذا؟ قال ان الله ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة تفتقوا يا اي شوية وركب في البهاء شهوة بلا عقل وركب في بني آدم شنو؟ تيلين ركب في بني آدم عقل وشهوة الكفته هنا ماذا يقول الامام امير المؤمنين؟ يقول فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلب شهوته عقله فهو شهوته من الملائكة انهم 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 هظلوا سبيزين ولهذا هنا هقول عندما اريد اثبت ان انصار الامام الحسين هو افضل من الملائكة ليش؟ لان انصار الامام الحسين هم افضل حدة ممن؟ من الملائكة وان اعوان يزيل هم افضل حدة ممن؟ من البحر ليش؟ لان انصار الامام الحسين كانت الاغراءات موجودة امامهم لكنهم رفضوا ان يطلقوا العنان لانفسهم رفضوا ان يذهبوا الى شهوات النفس يعني الان انت انت لما انجي او تشوف واحد تشوف واحد من هذول الشباب المستهتر اللي هم الطرقات في الشوارع معاكسات وكذا هذا مطلق العنان لنفسهم هذا بكون فهيمة او مو بهيمة؟ هذا اللي قاعد يعاكس بنات هذا مو بهيمة بل اقول لك البهيمة خير منه الهيكل هيكل انسان انهم ان لا كانت عام بل هم انضلوا سبيلة يعني لما انجي انجي الهيكل هيكل انسان لكن حقيقتهم لما انجي نشوف الى اعوانية هذول شباب مجرد اوعدوهم بمجرد انهم بيطلقون بمجرد انهم اوعدوهم بمناصب اوعدوهم باشياء ماذا؟ اطلقوا العدم لانفسهم دعما ما تشتهي ما تريد اما بالنسبة الى امصار الكمال في مسيح ممكن لغلق لو قبلوا بعروض يديد حصلوا المراسف اكثر من اعوانهم لكنهم حكما بقولهم حكموا دينهم حكموا مبدأهم في المبادئ وابدهم واستطيع ان اقول كانوا مصداقا لقول سبحانه وتعالى ان الذي نفاد ربنا الله سبس ماذا؟ يعني هم فعلا قالوا من الله امنوا بالله وثبت ولهذا اقول لك هناك ضرورة الانتبات على الانتبات واحنا لازل نشوف جبل الله انجي الى دبات الفسيد ودبات عمصار الفسيد خلونا نشوف اشترون دبات خلابية محمد الله صلح على محمد محمد نشوف الى دبات الامام علي دبات النبي يجب كليه؟ عرضوا عليه شنو يريبهم؟ لكن الامام لكن النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ عضر لكلمته المدوية والله لوضع الشمس في يمينه والقمر في سابه على ان اترك ما قبض به لبه هذا النبي صلى الله عليه وآله تعالوا يا لي الى علي النبي قال شوف شنون تباته شنون تبات على مبدأه؟ عرضت عليهم خلافة مشروطة بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشاخير بماذا اجاب الله؟ قال الام بل على كتاب الله وسنة نبيه واجتهاب الرقم عليه ايه ايجوا اليه جماعة قالولي يا ابا الحزب انت قاعد تخلي الناس سواسية عزالة في هالشكل لازم تفضل هادول العرب لاشراب العرب لاشراب للقريش لازم انت تفضل هادول الشخصيات اللي انت شوكوا بميلون الى معاوريتهم شوية فرق بين العرب والعجر صبروا بماذا اجاب عجباته اتريدونني ان اكسب اذا تريدونني ان اكسب العذل بالجور؟ لا والله هذا الامام قد اجل لي معصول اعطي شخصيتين من حواري الامام والمثل الامام لاحظوا الى ابي الاسول انت اجل هناك اشخاص يريدون ان يخلونك مدهول ثابت على مثلا انت اليوم الاغراعات امامك سواء اغراعات امام الشباش امام الكهول امامك الاغراعات مشاروة بس بيحديناك وبيعطوا هلت بيها لا بهم بفتات بيحديناك شوف هذا الرجل وبعد ذلك افقيس على واقعنا الاجتماعي اليوم لاحظوا الوحب الاسود الثؤلي كان المعاوية يرسل اليه هدايا يريد ان يستميله عن حب عليه النادي هو لما كل مرة يجيب لهدية يدخل زاويته يجيب على الديه يدخل بيزال بيزال مين مين يوم من الغيام كان ارسل اليه هدية ومن جبلتها حنواء كانت لها البيت صبية اي صغيرة بقوا لم تبدو تسنل تكليم ايجت شيء امد شيء شيء طعام كده اخدت شيء نناولت بي بيها التبت ابوها قال ايه لانا ترى يفضل الحرام تسوي شيء غيري لما انت ترتبط بظالم تاخده شيء بسيط حذب حذب تلقي هذا سمت هذه حلوات وارسلها الينا معامية يريد ان يستميلنا بها عن حبي عليه شو بيش سوي استوت هاي طفل طفل صغير استوت يقولون عالجت نفسها حتى القت ما في فيها وانشأت تقول ابا لشهد مزعفر يا ابنه نبيع عليك احسابا ولينا مع ذا الله كيف يكون هذا ومودرنا امير المؤمنين امير المؤمنين امير المؤمنين امير المؤمنين امير المؤمنين بس وعود والله انا استغرق والله استغرق من بعض الاشخاص معود برقول منصر واذا هو يسجين اولاد اهل تخرجيه وكل شيء فتخاف من الله اللي قاصلين عليك ممكن ما بيعطول ايه يواعدونه بس مجرد واذا كل شيء بس مجرد واحد يقول اخري انا ممكن اصير اصير ما شاء الله انا اصير هلقق هالشكل وهالدول علي منهم وش علي منهم عجيب على حساب ذلك نعم 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 اihenذا كل واحد اللي مقضوب منه يكبر اخي انت شوف اخي انت تشوف ما يجري على دينك على شحائرك ومع ذلك بعد انك نفسا اندع يدك في يدي ظالم انه الامر الغريب على كل حد هذا من الجنة؟ انت من الجنة الاخرى بعض الاحيان يأتي من عنوان بعنوان ماذا؟ التهديئ والترهيب. يقولك حتى مع الترهيب والترهيب ايضا والتهديئ. هذا ما يقينك عنه. ثباتك الله. ان الذين قالوا رب الله ثم استقامنا. الان اخروا الى الى من قنبر اولى عن معنى بقالب طالب. لما اجي الحجات. وقال اريد ان اتقرب الى الله من احد اصحاب ابي ترهيب. قلنا ماذا؟ لا نجد احد اقوى صحبة واقوى علاقة بأليل من ابي طالب من قنبر اولا. اش سوى? ارسل الى القنبر? اتفت الى مجموعة من شرطة الضباطل. وامرهم بان يتبسوا بيت قنبر. يجوا اليه تسلقوا البيت. اخذ القنبر كبلوه طربوه كنجابوه. قال الله تعالى انت قنبر? قال الله انا قنبر شكوا بيها. قال انت مولى علينا ابي طالب. قال لنا عمنا اللهم لا يعني وعليه 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 نعمتي. قال امرأ ندينة. شوف. شوف. امرأ ندينة. قلنا ولد. اتدنني على دين غير افضل ماذا؟ اذا عندك دين افضل من دين عميزة. ماذا لا مستعد داخل. لكن جيب الى. قال ايضا افضل. هدولوا ايضا 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 ايضا. انا صيرت ذلك ايضا 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 اي الله عليه. هذا الامام العظيم. وهو يرى الجيوش. اقل رواية تقول كم ثلاثين? اهل الثلاثين? الف شوية. بعض الروايات تقول ان الذين خرجوا لكتاب لعبد الله الحسين ما يقرب من سبعين آل. اقول رواية اخرى تقول مئة وعشرين الف. هاي ما قول شنو? الامام الحسين خلاص. بباية حيث تنتهي القرية. لانه مرويا. هذول مئة وعشرين الف وهو كامل. فانا اذا جينا هالي الاعداء. لكن الامام الحسين. ارباء ان يعيش الا عزيزة او تجلب الكباح. وهو صديق. الامام الحسين رفض الرطول للغالب. وقال تلك الكلمة المذوية الذي قال فيها الا ان الدعي ابن الدعي. حد ركز بين المثيين. بين السلة والذلة. وهيهات مثل المثيين. كيف الامام؟ ايش لان يحذر عند نباته على مذلئه؟ تريدون ان تنلؤون؟ مئة خليفة. يقول والله والله لا اعطيكم بيد اعطاء الثليل. ولا نقرب لكم اقرار العبيد. هذا هو الحسين. هذا ثبات الحسين. هذا هو الدخوات والآيات. يقول ايوني لا قرى الموت. الا سعادة. والحياة. مع شلون استمراريته؟ في النضال دون مبدأه ودون عقيدته؟ هذا هو الحسين. تعال معي لملاحظوا الى اصحابه الى انصاره. شوف شلون. انصار الحسين شوف شلون تباتره. تنمو شوية. في بيت الهاي الليلة يقولون الامام الحسين قام خطيفة. حررت بيلك سيدي. انت محاصر في ادي الليلة. القرم تبأ حاق به من اللجانتنا. اعظم الله لك الاجر يا زهر. في هاي المخيبة ومع ذلك الامام الحسين على ما هو فيه من الحصار. قائل راكع ساجد الى ان قام في اصحابه خطيبا. قائلا احمدك اللهم على ان كرمتنا او اكرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا وجعلت لنا اسماعا وابصارا وافئلة فاجعلنا من الشاشرين. ثم قال لاصحابه اني لا اعلم اصحابا اما بعض فاني لا اعلم اصحابا اصحابي. ولا اهل بيت ابر من اهل بيتي فجزاكم الله عني خيرا. الا وانوي لأظن ان يوما لنا من هؤلاء القوم. الا وانوي قد اذنت لكم فانطلقوا في حيل ليس عليكم مني ذمان. وهذا الليل قرغشية فاتخدوه جملا وليأخذ كل واحد بيد رجل من اهل بيتي. وتفرقوا في سواد هذا الليل. وتفرقوا لي وهؤلاء القوم. فانهم لا يريدون غيري. تخلونا? تخلونا? استأتي على ما بداهم يخلونا? لا. قالوا. قالوا. اجابوه. بماذا? والله لا نفعل ذلك يا ابا عبد الله. لا ارى ان الله ذلك بعدك. يلتفت الى ابناء عقيم يقول لهم حسبكم من القدل بمسلم. خلاص. خدوا هاي الطريق ذلك. انا اذنت لكم. روحوا ما عليكم شيء. لكن شيء يقول لهم. لماذا نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك يا ابا عبد الله. لنستازز بالعيش بعدك يا ابا عبد الله. انت تبقى على حرارة الرمضان. عند ذلك قال لهم الحسين اذا تزوزوا هذه الليلة فاخذوا كل واحد منهم يزوز نفسه بكلاوة القرآن بالاوراد. لو بالليل جمعه وقال الليل مكدود. روحوا فلا في الجوم غيري ابد مكسود. توروا ما بين يديه كلهم تورك السود. وناد صباح العيد يوم البار وليل جمعه. امر علينا كلنا. ويبقول لك فلا نحو. امر علينا كلنا. ويبقول لك فلا نحو. وحنا اطنا بمخيما. اك وانت من اعبو. فينا البطل عباس. راعي الكرم والزرور. اطنا بمخيما. هكذا كان انصار الحسين. ولهذا يقولون انه في مثل هذه الليلة كان الامام الحسين حارسه الذي يحرسه هذه الليلة نافع. شوف هذا الرجل بعد الشرور. نافع هذا كان يحرس خيمة الحسين. بشوية واذا به يجد الامام الحسين خلس لك طريقة توصله الى نحو العسكر. لحق في الحسين. انتفت اليه الامام الحسين. نافع هذا. يقول قلت بلى انا نافع سيدي بين يديك. كلم الذي اخرجك في هذا الوقت يا ناحية. قال ازعجني خروجك. قال انا خرجت لاتفقد اتلاع. اتفقد الاولياء المخابر. غدا تحملون ويحملون. واخشى ان يكون لهم مخبا. قد اختبوا فيه سيدي. سيدي يا ابا عبد الله. تخشى على النساء. تخشى على الاطفال وانت موجود. ما ادري ما حال زينب بعدك. ما حال النساء والاطفال بعدك. هاي الليلة. غير ليلة. انت موجود سيدي. المهم يقول نافع قبض بيدي. وجاء يسير بي. الى ان وصلنا خليلا. واذا هو يلتفت الى مكان بين جبلين. واذا به يقول لي نافع انظر الى ما بين الجبلين. يقول نظرت لي. قال اسرب هذا الطريق فانه يوصلك الى اهلك. امضي الى اهلك. ليس عليك الامام. تيسر ما تم مشكلين. يقول نافع انك بيت على قدمي الامام. اقبلهم. وانا اقول سيدي. سيدي. ان سيفي بأل. وفرسي بمثلك. والله الذي انحم علي بهذا. لا اخليه. حتى يخلى رأسي عن جسده. يقول بعد ذلك ايجا الامام الحسين يمشي. تدرون وين راح الحسين. كأني به في مثل هذا الوقت. دخل عند امني المصائب زي. اهني مصيبة. اهني مصيبة. وكلها مصائب هذه الليلة. يقول نافع. دخل الحسين عند خيمة زي. واذا به اخذ يسر اليها. يقول بينما كذلك. واذا انا اسمع كه زي. ونحب زي. ونحب زي. ونحب زي. تنادي ونصيبتها. بماذا اسر اليها الامام. بماذا اسر اليها. حتى بكت هذا الفتاء. كأني بن حسين. بماذا اسر اليها. اهني. 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 زينام. اهني. زينام. لا يتجلى الصباح. لا يتجلى النهار. حتى تبقى الاجساد على حرارة الرنضار. زي مسل. وهي الػينم. هادول الشباب كون رايحين يقتلون. كلهم صرع على خراورة الرنضار. زينم. عند الظهيرة يصعد الشذر على صنع. احسن الله لك العزى يا سيدة عجرك الله يا سيدة لقل بعد ذلك لهبت الى خيمة حبيب اخبرته بالامر لان زينب اتهدت الى الحسين قالت استطنت ديات اصحابك فقال لها الامام الحسين ان هؤلاء اختارهم الله من عالم النار يانسون بالموت كاستئناس الطيب بمحالب الامة عند ذلك صرف حبيب وقال يا ليوت الحريبة فخرجوا اولاك شهروا سيوصهم يقدرهم قمر العشيرة حتى بالفضل العباس لبيك عم حبيب لهذا اليوم انتخرني وانيه قال ارجعوا يا بني هاشر لا سارت لكم عيون ارجعوا ارجعوا ثم اقضى الانصار وجاء بهم الى خيمة زينب بعد ان اخبرهم ملاب وققوا على باب زينب والله لا نغمد هذه السيوط الا في نحور اعدائكم وكأني بالنساء يناديين بصوت محزون ايها الطيبون لا تتركوا ايها الطيبون لا تتركوا الحسين ايها الطيبون حاموا عنا نعم يا زينب ما دامهم على قيد الحياة كلهم يحابون لكن ما ادري ما حالك ليلة غير من الذي يحويك نعم هكذا زينب روحي لها الفدا بقت هكذا وقف حبيب على بابها مناديا اهل لوجدك يا زينب كأني لك على النياق العجة ورأس الحسين على ذلك الرمح بين المحام ومصيبته وحسينه زينب قعد ذلك جاءت مرت على خيمة ابي الفاض واذا به متكع على سيفه يخدم في اصحابه فلن يشتمف القتال فهل تتقدمون ام تتركوا انصاركم يتقدمون وهم يقولون ان الحمل الثقيل لا يحمله الا اهله حبيب ايضا واقف ايضا بعد مع اصحابه وهم يقولون انما طلقنا حلاه لنا وهجرنا زغرة دنيانا الا لنهر قدمانا دونهم رجعت زينب الى الخيمة والنساء خاله اخذت توتع ونذار الليلة ليلة تودع يا حبيب الليلة ليلة تودع كأني بالرباب اخذت الطفل ضمته اليها اخذت توتعه كأني بليلة ايضا اخذت على علي الاكبر ودعته وضمته وشمته بعد رمل راحة الى ذاكل الرئيس الرئيس كربلا اما زينب فانها بعد ان ودعت الحسين تصفق بيد على اخرى كأني بلسان حالها اثار خوتي خطار عندي ايام سلمي اثار خوتي خطار عندي ايام سلمي فاسها العشية والصبر للموت ماشي هل تهموا عيونها وطلعت كئمة وطلعت كئمة وطلعت تلوب وتسحبها يهيان الامصيبة ويقول اضل حسين يهد الكبير حرم وغريب اشلو نسوي بها النساوي صاح الشهيد حسين زينة بيا زجية بطل البواجيز في اهمومي علي صدري عسن ليسا عدت يا شوية ماذا من موجود اختمات ذلك اجركم الله فما طلع النهار واذا انصار الحسين وابناء الحسين واخوان الحسين على بوغاء كربلا مجزرين هذا مكبوب على وجهه وهذا السهم نابت في عينيه وهذا فضغ راسه بعمل من حديه والحسين يقوم من عند حتي ويجلس عند اخر وينادي بصوت محزون وفؤاد المسجوع احباي لو غير الحمام اصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبه ثم رجع الى المخيم استذبلتهم والمصائب زينة نادى ما تخيز عينة احفظي وصاياي وعلي برضيعي ودعه وانظره قبل الفره اختها ديني رضيعي اراه قبل الفره فأزد بالطفل لا يهدأ والدمع هره يتلظى رماء والقلب منه في احتراء طائر العين الطاول بطن داو الشخط طهده بيده انحنى عليه يقبله وإذا به قد دلع لسانه من شدة العطش انفجرت زينة بالبقاء نادى اخا حسين اما تأخذ هذا الطفل لهؤلاء القوم لعلهم يسكونه قليلا من الماء يا شيعة الحسين توجهوا الى نحو كربل تصوروا الى ايمانكم وقد اخذ ذلك الطفل والشمس في اوجهه وضعه تحت بداية اقبل به الى نحو المعركة لما ان وصل الى هناك اخرج من تحت ردائه شيء منفوف يقول نظرنا اليه وإذا به الطفل الرضيع والحسين يقول ابناء مذنبون فماذا المهابط الذي لا يدري ما الغيه ولا يعرفهما الجناه خدوه واسقوه قليلا من الماء هل سقوه شيئا يا شيعة لا 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 بل سقوه بالساء بان امر اللعين حرملا بان والفوق سهما نحو ذلك الطفل فابتعد قليلا ووجه سهمه الى منحل الطفل اين المنادي وحسينه عام صيفتها فنبح الطفل من الوهيد الى الوليد فاخد الطفل يعتفر حتى طفع قوافره وشبك بيديه على رغبة ابيه اين الملحد وحسينه شار طفل حسين بيديه خاطب اجموع العداء شار طفل حسين بيديه خاطب اجموع العداء هذا طفلي مضطامي ودنب منا ما اسزه هو راح قلبي من رفع طفلها مقامت وعثنه صاح جانب دنب مني هذا طفلي ماجنه عدلوا لبقاطرة ثم يتراعوا الاذنه حجلوا لبقاطرة ثم يتراعوا الاذنه نظمايا بسلسانه والجبر متمرده نظمايا بسلسانه والجبر متمرده صاحب سعد الرجس يا حرم لي رد الجواب صاحب سعد الرجس يا حرم لي رد الجواب إلا يكون الطفل يرجح بالسلامة للاطلاق الشعور نحر يلوح مثل البدر ما بين السحسين ورق اسمالات قلبه طوى قبسه بالرد ورق اسمالات قلبه طوى قبسه بالرد قبسه بالرد طرف روح وفك واجهب وحواني بته ودى ابي قلبه حسين من شافه لون ودى ابي قلبه حسين من شافه لون ودى ابي قلبه حسين من شافه لون موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 شكرا